توقعات لليلة عبداللطيف مخيفة ومريبة وصادمة هذه المدن ستختفي تماماً ومن الخريطة وهتظهر حيوانات مفترسة بتتوقع ليلة عبداللطيف أن تكون سنة يعني غير سلمية والبائم السنة غير سلمي وأنها هيحصل فيها أحداث ومتغيرات كثيرة مريبة ومسيرة وهتكون أغلبها دموية وبتقول ليلة عبداللطيف في أحداث بتتوقعها أن السعودية هتشوف في 2023 قالت كده ودائماً بتقول أنت عاش اقتصادي غير مسبوك أبداً كما أن سوريا هتشوف انفراجات فيما يخص أزمات الميا والكهرباء والغاز وهتشوف العكارات في سوريا ارتفاع كبير جداً بتضيف أن السنة هيتغير الكوانين الخاصة في مصر بالناس هيحصل تغيير هي بتشوف كده لمصر وإن بتتوقع يعني ازدهار في الفن وأن فيه مسلسل أو عمل سينمائي هيجسد شخصية الحب الخالد فاتن حمامة وعمر الشريف وبتتوقع ظهور للفنان الملقب بالزعيم لوعد الإمام بعد غيابه عنهم لفترة بتؤكد أن الفنان محمد رمضان هيحتفظ بمكانته نومبر وان وبتقول نجاح كبير للمغنية المصرية شرين بعد انتهاء أزمتها مع زوجها حسام حبيب وبتقدم نصيحة للمغني عمر دياب إن نحافظ على صحته بتقول إن هيجي فيروس جديد جائحة كورونا زيها بالزبط الفيروس ده وأمراض هتفتك بالبشر في الالفين تلاتة عشر وفترة المقبلة منه وبتتوقع انتشار وباء قاتل وخطير يؤدي لزيادة تداعيات فيروس كورونا بعينها يعني في بعض الدول هترجع زي ما كانت عاملة بالزبط فيروس كورونا يعني هيبتعدوا عن بعض تاني ممكن العمل الدراسة يتوقفوا مرة أخرى في بعض الدول كما بتتوقع إن يوصل علماء أوروبيون الدواء بتاع السرطان هيجي من أوروبا وهيكون دواء فعال وإن للأسف الجدري الجدري الكروض هينتشر بكسرة وبطرق جديدة ويغير من سلالته ومن فصلته مرة أخرى وبتقول إنه بين العامين 2014-2024 العامين المقبلين مش عام 23 عامين 2024 و2025 هتختفي بعض المدن يعني بالزبط كده في العامين المقبلين دول ابتداء من 2024 ل2025 هتختفي مدن تماما من على الخريطة وأكيد هيكون بسبب زلازل أو بسبب نووي هي ما قالتش السبب إيه ولكن هي بتقول إن في مدن هتختفي اختفاء تام من على الخريطة ولن تكون موجودة أبدا على الأرض والكرة الأرضية والحياة زي ما بتقول إن في حيوانات مفترسة وغريبة هتهاجم الإنسان وهتظهر فجأة ولم تتوقع يعني حدوث حرب عالمية تالتة زي ما قالت إن أوكرانيا وروسيا حربوما تستمر في هذا العام لكنها بتشوف إن في دول هتشوف صراعات مختلفة وإن الحرب الروسية لن تقف في هذا العام بس هي مش بتشايفة إن في حرب عالمية تالتة هي شايفة إن في فيروسات هتظهر في فيروس منه ما يكون نفس قصة كورونا بالزبط نفس قصة فيروس كورونا هيجعل الحياة تتوقف مرة أخرى وهيكون فيه في بلاد معينة وقف للحياة وصورها بسبب الفيروس ده وتداعياته هيكون فيه قفل في المدارس فيه قفل في العمل آآ فيه قفل فيه أغلب دول العالم بسبب الفيروس ده وإن إحنا شايفين فيه فيروس فعلاً ظهر خطير ويعني نصختين هي من فيروس كورونا بس قاتل لأكتر من تسعين في المائة من ضحياء وشايفينه بدأ فعلاً يظهر بس لسه لم ينتشر على مستوى العالم آآ شايفين كمان إن فيه آآ فيروسات كتير بدأت تظهر وإن آآ فيه كمان آآ يعني أمراض وبقات كتيرة بدأت بالزهور مرة أخرى آآ بل فيه الحشرات اللي هنا ويهت عنها قبل كده ظهرت في بعض الدول بلون الدم وبتغيم الرؤية حتى عن المرين بسيارات ويبتتسبب ليهم في دمار شامل نتمنى الخير لكل الوطن العربي والدول العربية والعالم أجمع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة